اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مملكة البحرين تمكنت من تعزيز الدور الفاعل الدبلوماسية البرلمانية البحرينية على كافة الصعود مما سهم في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي وإبراز التقدم الوطني المشهود في شتى المجالات مشيرة لأن السلطة التشريعية تقوم بدور محوري في دعم العمل الدبلوماسي والعمل البرلماني الدولي بما يحقق التطلعات الوطنية المنشودة ويعكس التوجهات الراسخة لمملكة البحرين من جانبها أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الدعم الكبير الذي تحظى به السلطة التشريعية من لدني جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه دفع نحو تعزيز وتطوير مسارات عمل السلطة التشريعية ضمن مسير البناء والتنمية الوطنية ومكنها من النهوض بإسهاماتها لتشمل ممارسة العمل الدبلوماسي البرلماني بما ينعكس على مكانة وسمعة مملكة البحرين لدى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية تشرفت أن أكون في مجلس الشورى لتخديم محاضرة بعنوان نظم الحكم والبرلمانات الدولية لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الإقليمية والدولية في مجالات الحكم الرشيد وأطلعت أستاذ أعضاء الشورى على أهمية معرفة القيم والمبادئ الدولية في عملية الممارسة البرلمانية والتشريعية وأطلعتهم على الكثير من التجارب الموجودة عن طريقة عمل نظام البرلمان الأوروبي اختصاصاته، لجانه، فرق العمل الموجودة، كيفية اتخاذ القرار، أهمية القرارات التي يتخذها وأيضا أهمية المواضيع والأولويات الموجودة على جدول الأعمال وبالتالي صلت الضوء على أهمية التشاور والتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية الموجودة لأطلعتهم على أيضا تجربة البرلمانية البحرينية، التجربة الرائدة الناجحة نظام البحرين، نظام ملكي، دستوري، برلماني، ناجح يتشابه ويتقاطع مع كثير مع النظم البرلمانية الأوروبية كما ملكة بلجيكا، والدنمارك، وهولندا، ولوكسنبورغ، والكثير من الدول العالم ولدينا قيم برلمانية ديمقراطية سامية ساهمت في الانطلاق بمشروع جلالة الملك الإصلاحي حفظه الله ورعاه نحو المزيد من التقدم والتطور في كافة المجالات التشريعية وأيضا التنموية التي نعيشها في هذا العصر الزاهر لحضر صاحب جلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه الاتحاد الأوروبي يتكون من 27 دولة وهناك برلمان منفصل لكل دولة وكذلك هناك برلمان أوروبي يمثل كل هذه الدول فكيف يتم التعاون بين البرلمان الأوروبي ككل والبرلمانات المحلية هذه العملية تحدث عنها الأستاذ عبد الله بتفصيل كامل وكذلك حاول المقارنة بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات الأخرى الموجودة وبالنسبة لنا في مجلس الشورى أو في مملكة البحرين هذه تجربة تجربة البرلمان الأوروبي تجربة جدا غنية نقارنها بما هو موجود عندنا ونجد أن تجربة مملكة البحرين تجربة جدا غنية فيما يتعلق بالديمقراطية وتكوين البرلمان بغرفتي مجلس الشورى ومجلس النواب